أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي تقوم بها اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلى معين الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات جاء ذلك خلال ترأس مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن الملي لها ووجه مدبولي بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية للدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل للممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها ووجه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لدوان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضوع الهيئات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر